المطشون اللي جايين هم اخر بروفة رسمية او اخر مبارتين هيلعبهم الاهلي قبل ما يروح لمواجهة التراجي في تونس ومواجهة التراجي في تونس انا اتكلمت عليها منذ تأهل تراجي على حساب سانداونز وتأهل الاهلي على حساب مازينبي انها مواجهة لن تكون سهلة على الاطلاق الناس اللي مستسهلة مواجهة التراجي او شايفة ان مواجهة التراجي اسهل من سانداونز انا بقول لكم لا ايه الكلام ده مش حقيقي ونسخة التراجي السندي الحقيقة تختلف كتير جدا عن النسخة اللي احنا كسبناها زهابا وقيابا مرتين في آخر 4-5 مواسم كسبناهم مرتين قبل النهائي في تونس وفي القاهرة النسخة اللي هتشوفوها في رادس يوم 18 نسخة غير والمباراة مش هتكون سهلة على الإطلاق على نادي الأهل المطلوب ايه؟ هو ده اللي أنا بكلم فيه نهاردة عندك مطشين اتحاد وبلدات محلة نتمنى طبعا أن مستوى الأداء فيهم يرتفع نتمنى أن العناصر تظهر بشكل أكتر جدية وتركيز وعرفش ليه حسيت مبارح في مطش الإسماعيلي أنه في وقت ملاقات شوية التركيز بيغيب أنا مدرك تماما برضه أنه من الطبيعة جدا أن اللعيبة تبقى عايزة تحقق الهدف وده اللي يمكن مشترك بين المطشين بقى أقل مجهود يعني أنت عايز تجيب الستة بونت عايز تجيب التلاتة بونت بتوع الإسماعيل وعايز تجيب التلاتة بونت بتوع الجونة بقى أقل مجهود ممكن تلعب على قد المباراة فطبيعة شوية ممكن لما الهدف بيتحقق شوية ولو أن أتمنى أنه ده نشتغل عليك بروفا مش قلق ولا خوف من الاتحاد حتفرق برضه من الفرق المحترمة جدا ولا من بلدية المحل وثقة تماما أنه أي فريق بيلعب النادي الأهلي إن كان اسمه تاريخه وسكواد بتاعه وجهازه الفني وترتيبه وأرقامه القصة بالنسبة له عيد القصة بالنسبة له أنه مصر كلها بتتفرج عليه القصة بالنسبة له أنه محطوط في فاترينا فيها 70-80 مليون بتتفرجوا عليه أجهزة فنية ومسؤولين فأندية وجمهور كرة فبالتالي المباراة بالنسبة له ممكن تبقى أهم مباراة على مستوى السيزن كله